موسيقى الكتاب اليوم سنوقعه في هذا الحفل الكتاب الذي هو من إصدارة دار أبي رقراق للطباعة والنشر ونحن موجودين في النسخة الثامنة والعشرين لمعرض الكتاب إذن يصرني أن أساهم في النقاش العمومي حول قضايا معينة والكتاب يتطرق لتغييرات الكبرى التي وقعت في الخمس سنوات الماضية والتي جاءت كذلك في إطار تراكمات تحولات كبرى وقعت في القرن الواحد وعشرين خصوص الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية التي رفقتها وكثير من التحولات من جائحة كورونا منها كذلك الضغوطات الموجودة على المناخ وكذلك على البيئة في إطار الحرب الأوكرانية وكذلك ما يواجه العالم من أزمة اقتصادية ومن تلقم وتحولات التي تعرفها المغرب كذلك في تفاعلين سواء مع محيطه القريب ومحيطه البعيد وهناك يتفكير حول ما هي القضايا التي يمكن المغرب أن يدفع بها الأمام لتبوء مكانته ضمن الدول الصعيدة وهذا طموح إذا ما هي الإصلاحات سواء بالنسبة للنموذج وسبا بالنسبة للحكمة إلى غير ذلك ماذا يمكن أن يقوم به من أجل أن يكون له جوار دول الجوار والعلاقات مع دول الجوار هذه وكذلك أن تكون في إطار تصور رابح رابح كذلك الفضاءات المهمة بالنسبة للمغرب التي هي استراتيجية سواء البحر أبيض المتوسط الساحل أو المحيط الأحباسي هذه فضاءات أساسية وبنيت عليها كذلك يعني تصورات معينة خصوصا بالنسبة لبلدان الساحل ولكن طرحته كذلك قضايا كبرى تتعلق بإشكالية التقافة في الوطن العربي لأنها أساسية بالنسبة لأن السمك لا تنمية بدون تقافة هذه الإطار هذا وطرحته كذلك ما هو النموذج الاقتصادي الذي يمكن أن نبنيه في إطار الآن إشكالية مهمة جدا والضغط على الموارد هل يمكن للإستهلاك أن يكون يعني هو الدافع الأساسي لنموذج الاقتصادي الذي نتمنىه دوليا وكذلك هناك قلق متزايد على المستوى الدولي من أطار التغييرات المناخية إلى غير ذلك فهذا يطرح علينا أكثر من علامة السفاة فيما يخص مؤشر التنمية البشرية المؤشر التنمية البشرية نعم يعني التعلم نعم السحة والولوج إليها إلى غير ذلك ولكن هل الولوج إلى الموارد بأكثر كما يقع في الدول الغنية هو مؤشر على التنمية البشرية والتنمية المستدمة ربما العكس هو اللذيذ بصحيح لأنه كلما كان هناك أقل ضغط على هذه الموارد كلما يعني نضمنه وجودا يعني غير مقلق للبشرية على وجه الأرض إذن لابد أن نغير المفاهيم فيما يفص هذا وختمت الكتاب بقراءات من وجهة نظر مغربية لأنصاق متعددة في بلدان زورتها يعني هذا الفصل السابع هو مقامات مغربية في بلدان أخرى سواء إثيوبيا سواء أزربايجان سواء بلغاريا سواء نرويج إلى غير ذلك إذن هو كتابه المتكامل من هذا الإطار يعطيه أنصاق متعددة وقراءات في إطار واحد المقاربة له نيوكو يعني ما بعد كولونالية ما بعد حداتية إلى غير ذلك في إطار الاهتمام بالثقافة المغربية الأصلة بتفرد المغربي ولكن في إطار واحد الكينونة يعني الدولية أو كونية كونية المفاهيم وكونية كذلك الحقوق وكونية الممارسة فأنا أتيت إلى السياسة من الجامعة وكثير ما أكتبه من وجهة نظر الجامعي وأقل من ذلك من وجهة نظر السياسي إذن ليست لمقاربة يعني سياسية للأمور لمقاربة فكريا لقضايا معينة إذن منسبة لتجربة السياسية هي تجربة مثل التجارب الأخرى ولكن أبقى إنسانا باحثا أستاذا جامعيا كذلك إنسان يفكره بقلمي في كثير من القضايا اشتركوا في القناة